سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها كانوا لمنزلتها من رسول الله كان بعض الأنصار إذا أرادوا أن يهدوا لرسول الله طعاما ادخروه تحينوا ليلة عائشة يقولوا عائشة محبوبة عند الرسول فلما تأتي ليلة عائشة نهدي الطعام الزين للرسول وعند عائشة حتى يفرح أن تأكل معه عائشة فأهدي إليه صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة عائشة خبيص نوع من الطعام فيه سائل وجاف خبيص خبيصة وكانت السيدة سودة جالسة مع السيدة عائشة في الحجرة ورسول الله دخل وجلس فأضع في خاطر السيدة سودة هذه كل مرة الهدايا تأتي في ليلة عائشة نحن ما حديرسل الهدايا لما تأتي ليلتنا فالسيدة عائشة فرحة أمام برتها أن الهدية جاءت عندها فتقول تأكلين معنا يا سودة السيدة سودة تقول لا ليس لي حاجة إليه ما أريد فتقول تقول لا بل تأكلين معنا تقول لا أريد بايقة السيدة سودة تقول بل تأكلين معنا أو ألطخ به أنفكي تأكلين معنا ولا ضع لي كان في أنفكي سكتت السيدة سودة فأخذت السيدة عائشة شيء من الخبيصة ولا تخفت لها أم سيدتنا سودة والنبي جالس فتغير وجه سيدتنا سودة شعرت كأنها جريحة تتألمت أنه الهدية عند السيدة عائشة وعذا كما تقومت تبحث عليه تهزأ بي أو تبعي فلما لمح هذا الملمح رسول الله التفت إلى السيدة سودة انظر الجماعة أتحبين أن تقتصي منها؟ فحجبت السيدة سودة هذه عائشة محبوبة وفرصة يقول لي تقتصينا فهزت رأسها النعم فأخذ رسول الله بيد السيدة عائشة وضعها تحت يده هكذا انظر وقال دونك قامت السيدة سودة ولتخفتها في أنفها فانفضل مجلس السيدة عائشة فبحك والسيدة سودة فبحك جماعة يخرج لقتال العدو جلال محب قتال عدو حرب دموت دماء في سفرته معه السيدة عائشة يرى أن السفرة طالت عليها وقد أصابها الملل التعب تعبت قالت السيدة عائشة فلم أنظر إلي وراء أثر الملالة في وجهي أشار إليهم أن تقدموا قال الجيش خلاص نشوا قدام خلونا فلما غابوا عن عوننا التفك إلي قال أتسابقينني؟ يلا تسابق؟ قال فقلت نعم تقول السيدة عائشة فسبقته خلال الله عليه وسلم قال ثم بعد ذلك لما كثر في اللحم يعني بعد سنوات سمنت قليل سيدة عائشة سافرنا فالتفت إلي قال هل تسابقينني؟ قالت قلت نعم قالت فسبقني صلى الله عليه وسلم ثم التفت إلي وقال هذه بتلك يا عائشة حبيبي يا رسول الله هذا الجمال كله هذا الجمال وأنت حتى في المعركة لم تغفل أخذ خاطر هذه الزوجة وأعظم من ذلك بعد سنوات تذكرها باللحظة الجميلة التي كانت بينكما كأنك تقولها أنا لم أنسى ما حصل في المرة الماضية مع ثقل الرسالة وعظم المسؤولية وكبر الهم وشدة ما يلاقي لكنه لم ينسى المعاني الجميلة بينه وبين زوجتي هذا الجمال ترجمة نانسي قنقر